هذا وتواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 482 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 111.5 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 67 طن مواد غذائية كما تم ضبط أكثر من 44 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 703 قضايا من بينها 142 قضية خبز ناقص الوزن و109 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخلفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي فتم ضبط أكثر من أربعة أطنان أقماح محلية اشتركوا في القناة